مرحباً، أنا السيدة جواهر لدي ثلاثة أطفال أيوب وآدم أما نور فآخر العنقود زوجي كثيراً ما يغيب عن المنزل بسبب ظروف عمله تعالوا لتسمعوا ما جرى لي في إحدى الأيام أثناء غيابه بينما أنا جالستنا على سريري وأنا أضع الحاسوب المحمول على حجري أتصفح المواقع وأهدهد بيدي الأخرى مهد نور فجأة انقطعت الكهرباء صرخ الأولاد وهرعوا نحوي لا تخافوا سأشعي للشموع لتتوضح لكم الرؤية أحضرت شمعة لغرفتي وناديتهم أتودون سماع قصة قبل النوم؟ نعم أريد قصة مخيفة تناسب الأجواء أنا أخاف القصص المرعبة وسط الظلام حسنا سأروي قصة تخيف قليلا فقط اجتمع حولي وبدأت أروي لهم القصة كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك وحش اسمه تالما كان يسكن وسط الغابة المجاورة للقرية أهل القرية حذروا الجميع كي يبتعدوا عنها ولا يدخلوها وإذا عصوا الأوامر يرمونه طعاما للوحش قلت عني آدم أي أكل الأطفال أيضا؟ نعم يأكل الأطفال الذين لا يسمعون كلام والدتها إذن آدم سيكون وجبة لذيذة للوحش يامي يامي صرخ آدم وأغلق أذنيه هيك فيه لا أريد سماع المزيد توقف يا أيوب أغضب تماني حقا هيا غادر لسريركما وضعت الشمعة على طاولة بجنبي ونمت وما هي إلا لحظات حتى أحسست بشيء يتلمس رجلي آدم عد لسريرك استدرت للجهة المقابلة وعدت للنوم مرت عدة دقائق ثم سمعت مهد نور يهتز قلت بحسب آدم سأضربك إن فتحت عيناي لم يتوقف الإهتزاز ففتحت عيناي ولم أجد شيئا نهضت لأغلق النافذة ربما هي الرياح أحكمت إغلاقها وعدت لسريري صرخ أيوب من غرفته ففتحت غرفته قلت ما الذي يحدث معكم ألن تنام وجدت أيوب ملتحفا بغطائه وهو يبكي أما آدم فكان يضحك عليه ماذا فعلت لأخيك؟ لم أفعل شيئا كنت نائما حتى سمعته يصرخ حضنت أيوب وقلت لماذا تبكي؟ أحسست بشخص يسحب غطائي كنت أظنه آدم ولكنني عندما نظرت لسريره وجدته نائما في مكانه استدرت لي آدم؟ لماذا تريب أخاك؟ أقسم لك بأنني لست أنا قاطعته؟ أتيت لغرفتي منذ قليل لتخيفني والآن تخيف أخاك؟ لكنني لم آتي إليك أبدا أنا أقسم لك يا أمي تملكني الرعب لكن لم أظهر لهما ذلك نام في الحال ستعود الكهرباء قريبا وسأبقى الأضواء مشتعل هذه الليلة عدت لغرفتي وجدت نور تضحك بشدة ومهدها يهتز يا إلهي لقد أغلقت النافذة من أين تأتي التيارات الهوائية؟ حملتها بين يدي حتى نامت ودخلت لفراشي في الصباح ذهبت لإيقاظ الأطفال فتحت باب غرفتهما فإذ بسريري آدم يويق فتاحه بالكامل صرخت فيه استيقظ ما الذي تفعله هنا؟ أجاب بتململ إنه أيوب من قام بتحريك سريري ليخيفني توقف عن هذا المزاح السخيف لم أنهض من مكاني عندما رأيته يتحرك كنت سأناديك لكن خفت ألا تصدقينني بالتأكيد لن أصدقك الأسيرة لا تتحرك من تلقاء نفسها هيا اغسل وجهيكما وتعالى للمطبخ شربا حليبهما وخرجا للايب في الحديقة اتجهت لأغير حفاظ نور فلم أجدها في مهدها تجمب الدم في جسمي أين الراضيعة؟ لا يمكن أن تغادر مكانها ولا أحد دخل المنزل سمعت نغنغتها أسفل المهد أنزلت رأسي فوجدتها هناك أخرجتها وأعدتها لمكانها ناديت على الولدي انتهى وقت اللعب من منكم حمل نور من مهدها؟ لم ندخل غرفتك اليوم بتاتا من غرفتنا إلى المطبخ ثم الحديقة طردتهما وجلست على سريري سأجنل ما حال من تصرفاتهما اتصلت بزوجي ها عدل عليك العودة أنا بحاجة إليك خيرا هل حدث مكروه لأي منكم؟ هناك أمور غريبة تحصل بالمنزل نمت تلك الليلة وأنا أتقلب يمينا وشمالا لم أكن مرتاحة فقررت أن أحضر الولدين لغرفتي كي أطمئن عليهما نهضت فوجدت رجلي تحوم في الهواء صرخت كان سريري مرتفعا إلى السقف اتجه نحو آدم وأيوب وبمجرد دخولهما هو السرير لأسفل حضنتهما وبكيت لا تقلق سنكون بخير ما دمنا مجتمعين أدخلتهما معي في فراشي ونمنع في الصباح كان عادل قد وصل للمنزل ما الذي يجري هنا؟ أخبروني بكل تفاصيل منذ انقطعة الكهرباء انتشرت الأشباح أظنه تالما لا تذكر هذا الاسم مجددا لحظة من أين سمعت به؟ سرت لهم بداية القصة قاطعني هل جونينتي؟ ألا تعلمين بأنه يحضر بمجرد ذكر اسمه؟ حل الظلام فقام زوجي بإغلاق النوافذ والأبواب رش الملح حول المنزل وعلق حبات الثوم في كل ركت أنا لا أؤمن بهذه الخرفات هل الثوم سيصد قوة تالما برائحته؟ هكذا تقول الأسطورة مجرد خزعبلات خلدنا للنوم أنا وعادل فوق السرير وأيوب وآدم افترش الأرض أما نور فأحضرتها بيننا لحظات وأحسست بيد تجر رجلي شغلت كشاف هاتفي فإذ يدي عجوز ومجاعدة مليئة بالبثور صرخت فاستيقظ عادل ماذا هناك؟ وجدني أسحب لأسفل السرير لحق بي وأمسك يدي وجراني لأعلى قام بإشعال ضوء الغرفة ونظر أسفل السرير فلم يجد شيئا لن نبقى هنا علينا الرحيل سيدبعنا أينما ذهبنا لنستعن بشيخ المسجد فملحك وثومك لم ينفع معه أظنه أقوى من أن يتعامل معه شيخ طاين في السن لنجرب ربما أفادنا أحضر عادل شيخ المسجد الذي وبخني على تصرفي كيف تقومين باستدعاء روح شريرة إلى منزلك خاصة وأنك تملكين فتاة رضيعة لقد تربص بها مراران نعم فهو يتلبس الرضع ويستولي على أجسادهم نور بصوت رجولي خشن ها 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 لقد تأخرتم أنا تولما سأقضي على كل من يحاول التخلص مني هسرع يا شيخ انقذ ابنتي تل الشيخ عدة آيات لكن تولما رفض المغادرة تفاوض معه سأمنحك جسدا آخر سأعطيك جسدي ودع رضيع وشأنها جسدك محصن لا يمكنني الدخول إليه لكن هذه المرأة الجميلة تعجبني فهي وحيدة وتحتاج إلى مؤنس ما هذا الهراء تولما يتلبس الأشخاص المنازلين الذين يعيشون في حزن ووحدة طأطأت رأسي وقلت زوجي يغيب عن المنزل بالأشهر فأبقى لوحدي في حزن وضيق لا بأس ادخل لجسدي جواهر ما الذي تقوله يا شيخ؟ دخل تولما بسرعة لجسدي أمسك الشيخ إصبع يدي وقام بثقبه بإبرة وهو لا يتوقف عن قراءة بعض الآيات والأدعية صرخت بعد أن نزلت قطرات من الدم أخرج يا تولما من هنا وإلا سأوذيك أكثر أرجوك توقف آلمتني أريدك أن تغادر هذا المنزل نهائيا سأفعل لكن توقف غادرت ألمى جسدي ومنذ ذلك اليوم لم يحدث أي شيء غريب في منزلي أوصان الشيخ قبل مغادرته بالمواضبة على قراءة القرآن والصلاة في وقتها حرست على تعليم أولادي ما يقولونه عند النوم لأحصنهم من أي أذى ترجمة نانسي قنقر